اشتركوا في القناة انا مستر أشرف غريب وهكون معاكم في درس النهاردة اللي هبتدي فيه الدرس التالت في الوحدة التالت عن قواعد وأخلاقيات استخدام وسائل النقل أفكركوا تكونوا محضرين وراء وقلم وكتاب المدرسة وقام حاجة نكونوا مركزين كويس عشان دايماً هنسأل ونلاحظ ونفكر فكل حاجة هنتعلمها طيب هنتعلم إيه النهاردة وهنعرف نعمل إيه بعد ما نخلص الدرس بتاعنا تعالوا كده أوريكوا لو نبص في أول الدرس في صفحة 92 هنلاقي الأهداف دي يلا بينا نشوف تعالوا كده نشوف مع بعض الأهداف بتاعتنا أول هدف بيقولي أشرح دلالات علامات المرور وقواعد المرور اتنين أفسر أهمية علامات وقواعد المرور تلاتة ألتزم بعلامات وقواعد المرور أربعة أحد الدسلوكيات الإيجابية عند استخدام وسائل النقل دي الأهداف بتاعتنا وهنرجع لها في الآخر مرة تانية ونشوف إحنا تعلمنا وفهمنا إيه بالظبط طيب ولو نبص كده في صفحة 92 هنلاقي عندنا فيه لنتفاعل معا ما علامات المرور التي تراها في الطريق كم علامة مرورية يمكنك شرح المقصود منها وما الأداب التي يجب أن تتبعها عند استخدام وسائل النقل المختلف طالوا كده الأول لو نبص على الصورة اللي في الصفحة نفسها هنلاقي إن إحنا عندنا صورة بتوضح حركة المرور على الطريق في ميدان التحرير بالقاهرة ده يساعدنا كتير قوي إن إحنا نشوف السؤال ده ونجاوب عليه وهديكم كالعادة شوية وقت ونرجع مع بعض نشوف الإجابة إيه هي بالظبط ترجمة نانسي قنقر طيب جاهزين؟ تعالوا نشوف أنا بشوف علامات المرور دي زي مثلا علامة ممكن الركل وبشوف إشارات المرور اللي هي بتعرف العربيات إمتى يتحركوا وإمتى يجهزوا وإمتى يقفوا وبشوف علامات تانية ممنوعة دخول اللي بتعرف العربيات إنهم ما يدخلوش الشارع من الناحية دي بالنسبة بقى للسؤال التاني اللي هو الأداب هنا الأدابل المفروض نعملها وإحنا بنستخدم وسائل النقل المختلفة إن أول حاجة نحترم الناس واحترم وسائل النقل المختلفة يعني مثلا لما جي أفتح باب العربية أو التاكسي أتأكد الأول إن ما فيش حد على موتسيكل أو عجلة هيعدي من جنبي أو أي حد يبقى ماشي لإنه ممكن يتخبط ودلوقتي تعالوا كده مع بعض نشوف بقية الدرس هنا عندي الجزء الأول لنتعلم في اليوم العالمي للمرور الموافق أربع مايو من كل عام قام بعض ضباط الإدارة العامة للمرور بتصميم مدينة مرورية متنقلة وتوجهوا بها إلى إحدى المدارس لتعريف التلاميذ بقواعد وعلامات المرور بشكل عملي وبدأ أحد الضباط يشرح بعض قواعد قيادة السيارة ومنها ضرورة تحرك سائق السيارة في مصار المحدد على الطريق وعدم تجاوز السرعة المحددة وعدم استخدام الهاتف المحمول أو تناول أي طعام أو شراب أثناء القيادة واتباع علامات المرور يعني يوم أربع مايو من كل سنة هو اليوم العالمي للمرور وفي اليوم ده ضابط من الإدارة العامة للمرور عمل مدينة مرورية وبتبدأ أن هي توصف المكان نفسه وخدوا المدينة دي وراحوا بيها لمدرسة من المدارس عشان يعرفوا الطلاب قواعد المرور العامة وفي ضابط بدأ يشرح للطلاب أن العربيات المفروض تمشي في حارتها مش المفروض تقعد تتحرك من حارة لحارة والمفروض تمشي على سرعة محددة وطبعا يا شباب ساعات بتفرق السرعة على حسب نوع العربية يعني لو عربية ملاكة غير لما تبقى عربية نقل أو أوتوبيس كل واحدة فيهم بيكون لها سرعة محددة اللي بيسوق مش المفروض يستخدم الموبايل تماما ولا يأكل ولا يشرب لأنه هنا بيعمل بتركيز أكتر لازم يكون مركز في الطريق علشان ما يحصلش حوادث جمدة جدا وطبعا أي حد سايق لازم يتبع علامات المرور اللي هي الإشارات والحارات بتاعها واللي بتقول العربيات يتحركوا إمتى وممنوع أنه هم يخشوا يمين أو شمال أو ما يخدش الطريق عكسي وما يركنش في حتة ممنوع فيها الركن طيب يلا بينا كده نشوف مع بعض الدرس في صفحة 93 الجزء الأول بيقول لي ثم أضاف أن علامات المرور تنقسم إلى 6 أقسام علامات إرشادية وهي توضح معالم الطريق للسائق مثل وجود مركز إسعاف أو مطعم أو محطة وقود علامات أرضية وهي خطوط مرسومة على الأرض توضح مصار تحرك السيارة على الطريق مثل الخط الأصفر المتصل الذي يفصل حركة مرور السيارات في الاتجاهين المتضدين علامات إلزامية وهي تشير إلى الاتجاه الإلزامي الذي يجب أن تسير فيه السيارة أو الطريق الإجباري لسار المشاة أو الدرجات أو الحيوانات علامات ضوئية وهي تنقسم إلى علامات ضوئية دائرية تضيء باللون الأحمر والأصفر والأغضر لتنظيم حركة مرور السيارات وعلامات ضوئية على شكل إنسان تضيء باللون الأحمر أو الأغضر لتنظيم عبور المشاة علامات تحذيرية وهي تحذر من المخاطر المحتملة مثل منطقة عمل أو منطقة زراعية أو وجود منحضر علامات المنع وهي تشير إلى السلوكيات التي يجب تجنبها أثناء القيادة مثل عدم استخدام آلة التنبيه أو ممنوع الانتظار ودي كده بعض الأمثلة زي محطة وقود أو الخط الأصفر المتصل أو اتجاه إجباري إلى اليسار يعني هنا الضابط شرح إن فيه ستة أنواع لعلامات المرور فيه علامات بتبدأ إن هي ترشد السائل الحاجات اللي على الطريق مثلاً زي إيه؟ مثلاً إن فيه مركز إسعاف أو فيه مطعم أو بنزين زي اللي موجود في الصورة وقلناها من شوية وفيه علامات على الأرض وهنا بتبقى عبارة عن خطوط والخطوط دي بتبين الحارات اللي على الطريق وفيه خط بيبقى لونه أصفر وأصفر متصل زي اللي موجود في الصورة ده بقى بيفصل من حركة العربيات اللي في التجاهين عكس بعض وده طبعاً معناه إن مفيش حد يقدر يتخطى الخط ده تماماً وفيه علامات بتلزم العربيات إنهم يمشوا في طريق إجباري زي اللي في الصورة ووريتها لكم وفيه علامات تانية بتلزم المشاه أو العجل إنهم يمشوا فيه وفيه علامات بالضوء أهم اتنين هم إشارة المرور للعربيات لونها أحمر يعني ما تتحركش والأصفر معناه إنك تجهز زي اللي موجود في الصورة والأخضر يعني معناه اتحرك والعلامة التانية المهمة اللي هي بالضوء التاني للمشاه وهي شكل إنسان أحمر يعني ما تتحركش لازم تبضل واقف عن رصيف وأخضر يعني ممكن تعد الشارع بأمان لإن العربات هتبقى واقف وفيه علاميات تانية بتحذرنا من الخطر يعني لما يكون في الشارع فيه تصليحات معينة وعلامات بتبين إن دي منطقة عمل زي اللي موجودة في الصورة وفيه علامات للمناطق الزراعية عشان الناس تاخد بالها إن فيه طريق زراعي وفيه جرارات وبالتالي يمشوا بهدوء وعلامات تحذيرية تانية لما بيكون فيه منحضر في الشارع وسادس نوع من العلامات هي علامات المنع زي مثلا ممنوع استخدام آلات التنبيه زي اللي في الصورة وطبعا دي عشان ما نعملش إزعاج ونعمل تلوز سمعي بالزاد في المناطق السكنية والمناطق اللي فيها مستشفيات وعلامات منع تانية هي ممنوع الانتظار ودي برضو ليها إسباب بيكون مثلا الشارع دي ما يستحملش ركن عربيات كتير أو بيكون فيه منطقة اللي بيركن فيها عربية الإسعار طيب يلا بينا كده نكمل بقية الدرس بتاعنا ثم سأل أحد التلاميذ هل المشاه قواعد أيضا فأجاب أحد الضباط نعم وتتمثل في الانتباه إلى إشارات المرور عند عبور الطريق والعبور من المكان المخصص لعبور المشاه واستخدام كبار المشاه أو أنفاق العبور والسير دائما على الرصيف المخصص للمشاه وأوضح أحد الضباط أن الدولة تبزل جهودا كبيرة لتنظيم حركة المرور من خلال إصدار قوانين المرور ووضع كاميرات على الطرق وملصقات إلكترونية جديدة على كل سيارة لمعرفة مدى الالتزام بقواعد المرور وحصر أماكن الكسافة المرورية والتعامل معها هنا في طالب تاني بيسأل فيه بقى قواعد للمشاه برضو فالضابط أكد أن فيه إشارة هي إشارة المرور مخصصة للمشاه عشان يعرفوا يبدأوا إمتى يعادوا الطريق زي الإشارات الضوئية اللي قلتلكم عليها من شوية يعني بتبقى على شكل راجل مثلا وليها ألوان زي الأحمر والأحمر معناه أن هنا المشاه لازم يقفوا ومحدش يعدي وطبعا فيه كمال لون تاني اللي هو لون الأخضر وده معناه أنه يعدي والعربيات هتبقى وقفة وطبعا فيه كباري وأنفاء مخصصة للمشاه ولازم دايما نمشي على الرصيف عشان نحافظ على حياتنا لأن الشارع ده للعربيات والضابط أكد أن الدولة بتشتغل عشان تنظم المرور وبدأت تصدر قوانين مرورية جديدة وبتحط كاميرات على الطريق ولاز إلكتروني علشان كل عربية هنا يتأكدوا أن الناس ماشية ملتزمة بقواعد المرور يشوفوا فين الأماكن اللي فيها زحمة عالية جدا علشان يبدأوا يتعاملوا معها طيب يلا نكمل الدرس بتاعه هنا بيتكلم عن أداب استخدام وسائل النقل ثم أكد أحد الضباط على ضرورة الالتزام ببعض الأداب أثناء استخدام وسائل النقل مثل عدم استخدام المقاعد المخصصة لكبار السن أو المرضى أو النساء الحوامل وزوي الاحتياجات الخاصة وعدم جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية للسيارة أو إخراج أجسادهم من النوافذ وعدم الكتابة على وسائل النقل وعدم إلقاء الحجارة على القطارات أثناء سيرها لأن ذلك يسبب أضراراً للقطار والركاب وأيضاً إفساح الطريق لسيارة الإسعاف وأضاف الضابط أن الالتزام بالقواعد وأداب المرور يحافظ على أرواح الناس ويقلل من الحوادث طبعاً واضح هنا أن إحنا لازم نلتزم بالأداب بتاعتنا وإحنا بنستخدم وسائل النقل الأداب ديها معناها أن إحنا نكون متحضرين أول حاجة لو إحنا بنستخدم وسائل النقل العام هنلاقي أن فيه كراسية مخصصة لكبار السن أو المرضى أو الحوامل أو زاوي الاحتياجات الخاصة دي كراسي مجهزة ليهم وبتكون مكان قريب من الباب عشان يساهل لهم الحركة وأن هم يطلعوا أو ينزلوا وبرضو مش المفروض الأطفال تقعد في الكراسي الأمامية في أي وسيلة نقل بما فيها العربيات الخاصة بالعائلة لأن ده في خطر عليهم لأن لو العربية لأي سبب فرملت فجأة ممكن الأطفال دول يحصل لهم إصابة كبيرة جدا أو يضخبطوا في الإزازي الأمامي اللي موجود في العربية وساعات بشوف أب ساي وحاطت ابنه على رجله طبعا ده غلط كبير جدا وخطر عليه هو وابنه ممنوع حد يركب وسيلة نقل وحاطت جسمه بره الشباك ممكن عربية تعدي فتخبطه وعشان الشارع بتاعنا ووسائل النقل بتاعتنا يبقى شكلها جميل وحلو لازم كلنا نحافظ عليها وطبعا ممنوع نرمي أي حاجة من العربية زي القمامة مثلا لأن ده بيلوث الشارع وممكن ترمو حاجات زي الحجارة مثلا اللي على القطرات كل ده غلط لأن هي ممكن تخبط الركاب أو حد يتعور وعارفين عربيات الإسعاف لما بتكون مشغلة سرينة ده معناه أن احنا لازم نوسع لها الطريق لأن غالبا بيكون فيها مريض ما بين الحياة والموت والمفروض أن كل العربيات تبدأ أن هي تحرك ناحية اليمين عشان عربيات الإسعاف يبقى الطريق بتاعها مفتوح وتقدر توصل للمستشفى بسرعة وممنوع عربيات تجري وراء عربيات الإسعاف تماما بحجة أن الطريق فاضي وطبعا الالتزام بالقواعد وأداب المرور بيحافظ على أرواح الناس وبيقلل من الحوادث طيب تعالوا كده نشوف أسئلة نستكشف عندي هنا ما قواعد المرور التي يجب أن تتبعها للوصول إلى مدرستك بأمان فيه كمان أسئلة المراجع لخص العلامات المرورية بأسلوبك وارسم وأرسم أحد أحد العلامات من كل قص واشرح المقصود بها اتنين اكتب بعض السلوكيات والقواعد الواجب اتباعها عند عبور المشاه موضحا أهمية اتباع قواعد المرور بالنسبة لي أنا ونرايح الصبح لما بمشي لشغلي أو للمدرسة لازم أمشي على الرصيف لأن دي المكان المخصص اللي أنا لازم أمشي فيه وكمان لما بعد الشارع لازم أعدي من الأماكن المخصصة لعبور المشاه ولو أنا جاي ساي لازم ألتزم بإشارات المرور عشان أحافظ على نفسي وعلى الناس اللي ماشية في الشارع ده بالنسبة للجزء الأول لكن لما اتكلم عنه أسئلة لنراجع هنا قلت لك أول سؤال بيقول لخص العلامات المررية بأسلوبك وإرسم أحد العلامات من كل قصة واشرح المقصود بها أنا عايزكم تعملوا السؤال ده بعد من خلص الدرس وبعد كده توروا للمدرس بتاعكم والزمائلكم في الفصل أما بالنسبة للسؤال التالي اكتب بعض السلوكيات والقواعد اللي واكب اتباعها عند عبور الشارع موضحا أهمية اتباع قواعد المرور طيب السؤال ده يا ولاد عايزكم تعملوه بعد الدرس برضو ونبدأ أن احنا نشوف السلوكيات والقواعد المهمة كالمعتاد هنرجع مرة تانية نشوف الأهداف بتاعتنا اللي في أول الدرس عشان نتأكد أن احنا فيهمناه كويس جدا ونبدأ أن احنا نفهم ده وهديكوا فرصة كويسة علشان نرجع الدرس ونشوف الأهداف مرة تانية تعالوا نشوف مع بعض كالمعتاد هنرجع تاني لأهدافنا ونقراهم هدف هدف ونتأكد أن احنا فيهمناه كويس الهدف الأول بيقول أشرح دلالات علامات وقواعد المرور الهدف التاني أفسر أهمية علامات وقواعد المرور تلاتة الالتزام بعلامات وقواعد المرور والهدف الأخير أحدد السلوكيات الإيجابية عند استخدام وسائل النقل المختلفة وهنلاقي أن احنا أغلب الأهداف دي فهمناها كويس أو يبقى هنا خلي بالك أن قواعد المرور مهمة العلامات والإرشادات اللي بتتحطي لنا على الطريق لازم نركز فيها لأن هي غالباً بتبقى توجيهات من الدولة علشان تحافظ على سلامة السائقين والركاب والمشاه وكمان ده بينظم المرور وبيدي شكل حضاري كويس جداً لبلدنا الدرس اللي جاي هنعمل فيه تمارين الدرس ده وهديكوا فرصة كويسة عشان تقيموا المعلومات اللي تعلمتوها النهاردة يبقى النهاردة تعلمنا عن قواعد وأخلاقيات استخدام وسائل النقل وهنتقابل في الدرس اللي جاي إن شاء الله اللي هنعمل فيه تمارين الدرس ده أنا كنت مبسوط إن أنا معاكم النهاردة أشوفكم على خير المرة اللي جاية شكراً لكم ومع السلامة شكراً لكم شكراً لكم